مساء الخير سوايا كنت عمرك إن شاء الله تكونوا بخير صارت الفوترة كبيرة طبعا لم أعملتش لايب وهذا الفيسبوك بدنا نهرب منه شوية شوية طبعا هذا لايف إذا انتو تفرجوا عليه مسجل بمكانك أنك تقدم ثواني مش عارف إذا في ناس صحين ولا قديش الساعة في بلادكم الساعة ستصير ناش ونص واحدة في بلادنا يسعد مساءكم ستكونوا بخير أنا حبينا أن ندردش شوية صراحة سبب الموضوع اللي بحكي عنه جابوا في رأسي شغلتين شغلوا أنه كنت نحن بقرأ في كتاب كتاب اسمه كتاب كتاب كتير كتير حلو كتبوا بطل أمريكا في الذاكرة والتذكر بطل أمريكا بربطه بأينيشتاون آخره وفي نفس الوقت مش عارف ليش معني أنا ما بتبعش كتير الووتش تبع الفيسبوك هم تطلع لي فيديوهات مآخرا لوائل لغنيم الشب المصري وبتفرج على فيديوهاته ما بين الضحك ما بين التركيز ما بين الحزن ما بين الوجع ما بين الاهتمام وهنا بقعد أقرأ كتاب ناس كيب بتعلق له على فيديوهاته ووراء الناس فطبعا هذا رأيي الشخصي اللي أنا ما بفردك أنا متعودة أعطيكم نصائح ولكن هذا الفيديو ليس عشان أعطيك نصائح هذا الفيديو عشان أنا أحكي شوية كلامي كبير بحرية تمام وأنت بإمكانك إنك تسمع لي تاخد مني توافقني تعرضني مش مهم أنا راح حتى فعم طلع الشاب راحكي عن واقل يغنيم وبعد راحكي عن طبعا أنا بعرف سيرته واقل يغنيم عن شو كان وكيف صار وقبل ما يدخل على جوجل وبعدين كان هو في مندوب جوجل للتسويق في الشرق الأوسط وبعدين طبعا حتى رحلته مع جوجل وبعدين كيف تجهل اتجاه السياسي في مصر وبعدين كيف راحة لأمريكا وطبعا هي زوجة أمريكية وإلى آخرين وأحيانا فسمعت له مش كل الفيديوهات ولكن اتفرجت له على كم من فيديو أحيانا أحيانا طبعا أمرة شفت له فيديوهاته هو بالظروف اللي مر بها طبعا هو شاب بغض نظر عن رأيك أنت فيه بغض نظر عن أنت لأي درجة بتعرفه بغض النظر عن كتير أشياء بغض نظر عن أنه أحيانا بيخبص في الحكي بروح الشمال بيجيب يمين بيسب بالمرحلة اللي عائلته كانت تعرضت لمشاكل وهو تعرض لمشاكل وبعدين كان يعمل لايف ويجيب يشمال يمين وكذا بغض نظر عن هذا كل الشيء الحقيقة اللي مان فيها نركنها أنه الشاب واقل يغني مثل شباب عربي كتير وأنا بشدة على كلمتي كتير وبحط تحتها كتير خطوط الشباب عربي كتير هو من الطاقات الفذة يعني شاب بتشوفه باللايف بيضحاك وممكن بيشرب مش عارف سيجارة ولا حشيش ولا بانك ولا مش عارف شو بيشرب بيحطها غاني وبطبل وبورقوس وكذا بس الشب شي بيخوف يعني الشب من الطاقات العربية القوية الطاقات العربية اللي أنا شفت زيها كتير في الدول الغير عربية في دول العالم الأول واللي هادي خلاني أني أطلق أعمل اللايف هذا أني أدردش فيه أنه بعيدا عن السياسة وكذا ولكن في وجه كتير كبير بييجي لما كل ما تعرفت على شاب وصبية من الدول العربي أصله عربي يعني هو عربي ولكنه كل علمه وطاقته وجهده والاستفادة منه رايحة للدول العربية والدول الأجنبية طبعا اللي بيزح لك أكتر اللي بيزح لك أكتر إن الدول العربية الدول الأجنبية اللي هو فيها معتنية فيه من الطراز الأول لأن الدول الأجنبية معتنية في الناس اللي أصلاً ما عندهمش يعني اللي عاقلهم أقادهم فما بالك لما تلاقي واحد فذ فبتعتني فيه على سنكة عشرة زي معنا بنقول وستقول هنا نشوف الشباب وصبايا طاقات عربية أكبر مني وأصغر مني بتجند طاقات يعني بتخليك هيك بتخليك تقوح تسمع هذا الشخص بتخليك تقدر تسمع هذا الشخص لساعات وساعات وساعات وما بتملش وبتطفي على كل الغرب بتحطهم على جنب والشباب هذول موجودين وكتار كتير قبلتهم بألمانيا بأمريكا بريطانيا بفرنسا موجودين صغار وكبار في عنا حقول يا جماعة عربية تقوح لتقول إنه لو هذول الجماعة هم اللي مسكين بلادنا أو لو إنهم هذول الجماعة بلادنا حافظت عليهم بلادنا حافظت عليهم كان شو صار في بلادنا أو هذول الناس كان شو عملوا كان شو عملوا من بلادنا كان شو عملوا من طاقات وموارد بلادنا يعني أنا بشوف شباب شفت من كل شفت شباب عراقية شوفت شباب عراقية شوفت شباب سوريين شوفت شباب لبنانية شوفت شباب أردنية فلسطينية شوفت شباب توانسة جزائرية مغاربة مصريين من كل دور شوفت شباب بتفتح النفس شباب مخ شباب بتلاقيه قاعد عرجة عرجة بتمسخر على الأجنبي يعني إنه مش بحطه في جيبته بحط الأجنبي هو والأستاذ في جيبته فأحياناً فأنا كنت ما بيني من قاعد بكرة هذا الكتاب تبع البطل الأمريكي في التذكر The champion of the states and remembering everything The science and art of remembering everything ويحكي فيه عن كيف ممكن واحد يقوي ذاكرته ويحفظ أشياء بشكل كبير ويروي قصته كيف حصل على وطولة أمريكي في هذا المجال ففي صراحة الكتاب هيك ما بين هذا الشاب اللي قاعد بيحطة طبعاً هو شاب صغير هو كان صحفي في الأصل بعدين صار بطل أمريكا في الميموري في التذكر وما بين هذا الشاب واقلي غريم فصراحة هيك محل جو وبتخليك تحكي ومستخرب يعني صراحة الطاقات يا جماعة فيه ما تنبهروش كتير بالأجانب نحن عايشين عندهم درسنا معاهم وعشنا معاهم وسهرنا معاهم وكلنا معاهم ولعبنا معاهم واشتغلنا معاهم وتنفسنا معاهم وعملنا كل شيء وعرفين مين هم وعرفين مين نحن وصدقني اللي بتشوفوا في بلادك العربية هدولة اللي الأجانب اللي بنزعوا على بلادنا العربية اللي العربي أو المسؤول العربي أول ما يشوفوا بتحسوا بدي يبوس إيدو هيك ويصليلوا لعنة الله عليهم واحد يقول للتاني هذا كله قاعدين بس يشوفنا هنا بيتخبه والله بيتخبه في أوروبا بيحسب ألف إحساب زي ما احنا بنقول للعربي الفذ فاللي بتشوفهم هدولة واللي بتسمح انهم واللي واللي مسؤولينك في الدولة العربية بيصلولوا وبيرفعولوا وبوفوا إيدو هدول عندك شوابة عربية بتفهم قدوا خمسة وعشرين ألف مليون مرة يمكن أكتر من خمسة وعشرين ألف مليون مرة تفهم قدوا وبتنافسوا وبتكسروا راسوا وبتعلموا لكل حاجة طبعا هذا لا ينقص من إنه فيه كتير أجانب كتير شطرين طبعا إحنا ما ما بننكرها الحقيقة فيه شطرين بس إن إحنا عنا العرب بذات المسؤول العربي بالنسبة له ما فيش شباب عربي قوي ما فيش شباب عربي فذ بينما إنه أي واحد كخة أجنبي فهو عبقري والدليل إنه ولا المهم بلاش نحاول نخلي اللايب هادي وما نجيبش العيد فبس هذا نحكي إنه يعني أحيانا بيقول إنه لو هاري الطاقات العربية فعلا رجعت أو مش رجعت طلت في بلادنا العربية وهتمينا فيها وعملنا وكان شو عملنا وكان بلادنا إيش صارت يمكن أن تسمعوا مرة في الأخبار مرة بكل فترة عن عن واحد بنعمله ترند على الفيسبوك شاب ولا صبية عربي عملوا سووا في الدول الغرب ولكن نحن عم نشوفهم أو أنا عم نشوفهم بشكل دوري متكرر بشكل كتير كبير أكتر من اللي حتى بشوفهم على الفيسبوك وعملوا أكتر من شوفهم على هالفيسبوك شاب فذ شاب جدع شاب وصبية بتحس أنه أنت بتقعد وهيكا وبتحط قدامه كل المسؤولين العرب والمسؤولين الأجانب كمان وبتخليهم بظلهم يسمعوا له هو يدرس فيهم ليل نهار وما بتمل وانت قاعد تسمعه شاب وصبية ففي عنا ففي عنا هذه الطاقات ولكن الأسف الشديد هجرت وأرغمت على التباعد قهرا ورغما عن أنفهم عن حقيقي نقول الدول العربية بما فيها من جبار لمنع وترهيب وتكريه التقات العربية هذه إنها تنزل على الدول العربية لما مؤخرة أنا أتقرأ شوية عن التاريخ قبل 1918 وأشوف إيش إحنا كنا وقارن بين الشباب اللي عم بتسير قارن بين وضع الجزائر اليوم وإيش أصلاً في موارد في الجزائر تونس نفس الشيء فلسطين شو عم بزير فيها العراق لبنان شو عم بزير فيها يعني يا جماعة من النكسات الكبرى من اللي نتبهلهاش طبعاً ما احترام لكل الشعوب محبتنا إلهم يا جماعة أنا يمكن شفت عدد كبير جداً لبنانية أعطيكم مثال طبعاً على الشعب اللبناني حبايب جلبي مثل كل الشعوب اللبنانية أنا شايف منهم عدد كتير كبيرة في أوروبا في فرنسا هون يمكن 99% من اللي شفتهم كلهم حمل الدكتوراه بينما بتطلع على اللبنان اللبنان اليوم قاعد مهدد بمجاعة مفيش كهرباء بنير على حاله أكتر من غزة المحاصرة ونفس الشي العراق نفس الشي سوريا نفس الشي مش عارف مين نفس الشي الجزائعة نفس الشي تونس تعال شوف التوانسة هون ما هاتلك واحد يضحك عشاب تونسي طبعاً مش كلهم التوانسة هنا ما شاء الله في نسبة كتيرة ولكن في بدهم شوي التوانسة قر سودانهم فالفكرة اللي نحكيها انه نو نو غلط الكلام الي بيقول الجولهم توانسة هذا الكرام غير صحيح غير صحيح ما فيش حدا ما فيش نسبة أكبر بالله أما الفكرة هي كنسبة بيطلع الفلسطينية أكثر من التوانسة وأكثر من المغاربة وأكثر من أي واحد كنسبة ولكن الفكرة كعدد اي فيه عدد أكبر لأنه عدد التوانسة اللي برى تونس أكثر من التوانسة اللي في تونس عدد اللبنانية اللي برى لبنان أكثر من اللبنانية اللي في لبنان وهكذا فأنا بحكي عن نسبة ولا بحكي عن أرقام فنرجع على الكلمة بدون تعصب نفعش يعني إلا ندخل التعصب الحزبي والعربي في الموضوع ما إحنا حلوين بدون ما نتعصب لجالية أو لبلد ولكن بشكل عام الشباب العربي موجود شباب وصبايا مش بس شباب لأنه قبلنا الصبايا هون متعلمين ومتقفين ومسكين مناصب وقد حالهم وبيكسروا راس الأجانب وزيادة فخسارة أخسارة 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 كثير كبيرة اللي بيسألني على الكتاب هاي الكتاب اسمه The Art and Science of Remembering Everything Moon Walking with Einstein كتاب كثير حلو أعتقد 270 صفحة 280 صفحة بيحكي عن كاتب شب صغير بيحكي عن قصته في كيف ربح الفكرة فالفكرة بشكل بسيط جدا أنه بس هذه حبيتي نشارككم فيها لأنه الموضوح شوية touchy فما بنعرف والله ما بنعرف شو بدي يصير يعني ولكن حبينا نقولكم أنه وبرضو بدي أقول لأنه مي في التعليقات هم بتقول إن شاء الله قوم ضمن الإحصايات اللي برا البلد كمان برضو عشان ما نظلمش الحبايب برضو في نسبة من العرب هما لهم مش لزوم نسبة لا بأسة بها طبعا وللأسف هما النسبة الأكبر خربوا السمعة ولكن شو بنا نعمل الله يصلح الحال ولكن الرسالة من هذا الفيديو كانت نقول إنه ما تستهونش سواء بوائل إغنيم طبعا أنا أبو الجهله وتحية العمري ما قبلته ولا عمري حكيت معه ما فيش أي علاقة تفصلني فيه تفصلني فيه ولكن هو شاب من الطاقات اللي احنا خسرناها جدا جدا خسرناها مثل ما خسرنا وعم نخسر ورح نخسر شباب كتير زيه طاقات فذة بإمكانها إنها تعمل كتير 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 لبلادنا أكتر من الأجانب اللي عموا لبلادهم ولكن للأسف الشديد خسرناهم ورح نخسر وقاعدين بنخسر كتير كتير شباب زيه وأفضل منه طبعا ولكن هو من الشباب الممتازي للأسف الشديد جدا ف بعين الله بعين الله ما مدردش خفيفة هيك الليلية شوية كلام مش أعرف إذا كان كلام كبير ولكن كلام أهبل حبيت نشارككم فيه اللي بيحبي يحصل على الكتاب ممكن رحط لكم الرابط بس هو سهل اسمه The Art and Science of Remembering Everything اللي هو علم وفن تذكر كل شيء فاnej أقرأوا يا جمعة نقرأ عايزة حلوة ونقوا التاريخ تاريخ كثير حلو تعلمك كتير غريب حتى لو كنت رح تقرأ صفحة كل مش مشكلة مهم أنك تقرأ تطبع لكش compensation وبس فبدنا نسيبكم اتناموا عشان مدخرش عليكم أنا بعرف زي ما عملت لايفات ولا طلعت فأنا عارب تحبوني شحك كتير لأن فيديوهاتي منهاش من الفش فيها همية كتير فنشوفكم على خير إن شاء الله بس هذا حبينا نحكي لأن شفت اليوم كنت قلت لكم على مقرأ أو كنتوا شوف فيديو لواء الغنيم وفي ناس كتير طبعا تحب دحكم على الظاهر ونحن كتير كتير مشهورين بأن نحن نحكم على الظاهر هذه من الآفات الكبيرة اللي موجودة عنا نحن نهتم لكلام الناس جدا 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 يعني ممكن تخلي كلام الناس يتحكم بحياتك وحياة اللي يخلى فوق وحياة مرتك وجوزك وولادكم وقبوك مجرد لكلام الناس وشطرين جدا في إنه نحكم على الآخرين يعني الشي مش طبيعي كيف عنا هدول الآفتين قافت كيف نحكم على الآخرين بالمنظر وبيضحك عليك وبيسبه وكذا بيظل الشاب عنده طاقة كتير كبيرة مهما كنت أنا معترضة على كتير من أسلوبه وكلامه ولكنه هو بيظل من الشباب اللي بلادنا العربية خسرتهم ورح تخسر غينهم وأكتر منهم لأنه هي الدول العربية خسرت نفسها في الأصل أسف شديد جدا وبدأقول لك معلومة ولكن أنا متأكد أنه أكتر من 90% وقد تصل ل 99% زي ما كنتش مبالغ 99% من الطاقات العربية اللي مش موجودة بالدول العربية يعني اللي إجت على الدول العالم الأول واستقرت من دول العالم أول عم للأسف عم بيحتويها هذول الجماعة ولونهم عايشين حياة حلوة من ناحية المنصب من ناحية الراحة النفسية من ناحية الشغل من ناحية الدقدير لأنه هو جواته جوات نفسه منهوش مبسوط منهوش مرتاح 100% لأنه طاقته هادي وعلمه وخبرته مش عم تستفيد منها بلاده في الأصل ولكن لا حول له ولا قوة هو مجبر وليس مخير لأسف فبطاريتي التليفون رح تخلص عم بتقول لي يلا تصبح على خير ونشوفكم إن شاء الله بخير نشوفكم بلايف آخر السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر